اشتركوا في القناة اصبحت مقياسا لحدة التوتر في العلاقة الامريكية الروسية فعلى الرغم من انتهاء ما كان يمكن اعتباره حربا ايديولوجية بين المعسكر الرأسمالي والمعسكر الاشتراكي بانهيار الاتحاد السوفيتي وتفككه دخلت القوة الاكبر في الاتحاد السوفيتي روسيا في مرحلة جديدة من الصراع مع الولايات المتحدة الامريكية اسباب هذا الصراع تختلف ولكنها تتفق على عنوان واحد وهو التنافس على زعامة العالم وفرض الوجود في هذه الحلقة اذا عزائي المشاهدين نناقش هذه العلاقة بين البلدين وافاق حل بؤر التوتر بينهما ورحب بضيوف هذه الحلقة معي هنا في الستوديو الدبلوماسي الجزائري السابق الاستاذ محمد العربي زيتوت وكذلك برئيس جمعية المحامين العرب في بريطانيا الاستاذ صباح المختار الاستاذ محمد اذا كنا نريد ان نوصف نصف قرن في العلاقات السياسية بين الدول في القرن الماضي فان نصف القرن الماضي ربما او اكثر تميز بالتنافس بين الولايات المتحدة الامريكية والاتحاد السوفيتي السابقا فاذا اخذنا ان روسيا هي سليلة او هي وريثة الاتحاد السوفيتي كدولة ما هي المعالم الاساسية التي طبعت العلاقة بين البلدين خلال ذلك النصف من القرن الماضي برأيك تحية لك ولمشاهدين الكرام كان هناك تنافس واصل الى حد الصدام في النصف الاول او بعد الحرب العالمية الثانية صدام محدود على عدة احداث منها احداث خليج خنزير في كوبا في بداية الستينات ثم في الفيتنام حيث كان الروس والاتحاد السوفيتي يدعم الفيتناميين ثم كانت افغانستان حيث كان العكس الولايات المتحدة تدعم افغانستان او ثوار افغانستان هذه بعض اللمحات للتنافس لكن لم يكن هناك فقط كان هناك ايضا في انجولا مثلا كان هناك تنافس محدود وادى الى حرب اهلية هناك حيث تدخل روسي كوبي ضد الحليف الامريكي وكان كل مكان هناك سواء في اسيا او في افريقيا من هو مع امريكا هو ضد الاتحاد السوفيتي والعكس صحيح الى غاية انهيار الاتحاد السوفيتي في ديسمبر 1991 حيث انتهى وكأنه بناء من ورق انتهت الامبراطورية السوفيتية في بضعة اسابيع انهارت تماما هذا الانهيار بطبع الحال خلى روسيا تخرج من العلاقات الدولية بشكل عام او من التنافس المستوى العالمي لتقريبا لمدة عشر سنوات الى غاية مجيء بوتين والبداية الدموية التي بدأ بها عهده وهي في حرب الشيشان جروزني حيث حطم جروزني وقتل الالاف هناك من يقول عشرات الالاف وهجر مئات الالاف ثم جاءت مثلا الصراع في جورجيا وايضا دعم الانفيساليين هناك احدى المحطات ثم جاءت اوكرانيا واخذوا للقرم تماما قبل ان نمضي في هذه المحطات خلاصة النصف قرن برأيك كيف وما هو السر الذي جعل الولايات المتحدة الامريكية والاتحاد السوفيتي ينجحان في ادارة العلاقات بينهما او الازمات بينهما ولا تصل كل الازمات التي تفضلت بذكرها الى مواجهة مباشرة بين البلدين والرعب النووي كلاهما يملك ما لديه من اسلحة نوية يستطيع ان يحطم بها الارض الاف المرات هذا الرعب النبوي التوازن النووي بالرعب يجعل كلا الطرفين يفكر الف مرة في الدخول في حرب ساخنة مباشرة بمعنى ان هناك حروب محدودة بينهم بطريق البروكسي او الطريق غير المباشر عن طريق الوكالة هناك صراعات هنا وهناك تنافس هنا وهناك دون ان تصل الى حرب ساخنة طيب استاذ صباح المختار هل توافق الاستاذ محمد العربي زيتوت بان فقط الردع النووي هو الذي حال دون نشوب مواجهة مباشرة بين الولايات المتحدة الامريكية والاتحاد السوفيتي خلال نصف قرن من الزمان هل هو فعلا السر في نجاح البلدين في ادارة الازمات المختلفة بينهما خلال نصف قرن وكانت حروب بالوكالة لا شك ان هذا هو السبب الرئيس ولكن هناك ايضا عوام الاخرى تتعلق بالساحة الداخلية بالنسبة الى الاتحاد السوفيتي كان الشعب السوفيتي غير راضي حقيقة عن الموقف السوفيتي للاتحاد السوفيتي في حين ان الشعب الامريكي كان مؤيد للحكومة الامريكية باعتبار ان امريكا كانت تحارب الشيوعية والشيوعية هو مفهوم غير مقبول لدى الامريكان كما يقال ان الامريكي يولد وهو كاره للشعر لذلك كان هناك هذا الجانب الداخلي ولكن ليس دائما لانك تعلم بان حرب الولايات المتحدة الامريكية في السبعينات في فيتنام كان الموقف الداخلي معارض لهذه الحرب وخرجت مظاهرات ضد ادارة الادارة الامريكية في ذلك الحين لان الشعب الامريكي في تلك الحرب الذات كان قد خسر كثير يعني الجنود الذين خسروهم سواء كان فقدوا حياتهم او الذين اصيبوه نتيجة للحرب هذا يختلف عن مثلا موضوع كوبا حينما وصل الطرفين الى التصعيد الى اقصى الدرجات ثم اضطروا ان ينسحبون بالنسبة الى روسيا او الاتحاد السبيتي قابل ان ينكفئ على شرط ان امريكا لا تضع القواعد النووية في تركيا فكان هناك تبادل في المصالح نتيجة للرؤب النووي اضافة الى العامل الداخلي في هذه الدول والموقف الدولي بصورة عامة العالم كان منقسم بين الطرفين فقسم من منطقة شرق الاوسط اغلبها كانت تتبع الاتحاد السوفيتي وكان يزوده وكان هناك الصراعات بينه فبالتأكيد هذا العامل النووي هو الرئيسي ولكن كان هناك ايضا العوامل الاخرى من وشهة نظرك هل يمكن القول بان الولايات المتحدة الامريكية والاتحاد السوفيتي والان روسيا كانوا وما زالوا في حالة عداء بينهما هل التنافسية التي وصلت الى حد المواجهة بالوكالة في بلدان عديدة هي شكل من اشكال العداء المباشرة اعتقد ان الصورة قد تغيرت الان روسيا ليست دولة شيوعية وبالتالي بالنسبة الى الموقف الامريكي الداخلي بصورة عامة يرى روسيا كما لو بنظرة اختلف عما كان ينظر الى الاتحاد السوفيتي بالنسبة الى الشعب الروسي الان بعد ان عاد بوتين نوع من الهيبة لهذا البلد الذي بدأ يستجدي بعد الاتحاد السوفيتي واصبح الان بالنسبة الى خصوصا في الاوكرانيا وغيرها الان بدأ يعيد للشعب الروسي الشعور بالشعور القومي والشعور الوطني وان هذه الحكومة صحيح تسير فيها بالنسبة الى امريكا بالعكس هناك الصورة التي عندك الضغوط الاقتصادية والعسكري يعني بالنسبة الى الجانب العسكري الولايات المتحدة الامريكية بحاجة الى حقيقة صرف مبالغ هائلة جدا لعادة القوة العسكرية الامريكية الاتحاد السوفيتي بالنسبة الى او روسيا ليست بحاجة الى هذه الدرجة هناك ايضا التأثير الاقتصادي في امريكا امريكا تطبع الدولارات بدون غطاء امريكا الوضع الاقتصادي فيها العملة نزلت هناك الدين العام هناك الانفرستركشور البنية التحتية بحاجة الى عمل يعني لذلك هذا يدفعني استاذ محمد للتساؤل اذا كانت روسيا الان هي ليست دولة اشتراكية وليست دولة الشيوعية يعني كما يرى الكثيرون الان روسيا بمعنى او باخر ضمن المنظومة الغربية الرأسمالية ما هو سبب المواجهة اذا بين البلدين لماذا لا يمكن توصيف الولايات المتحدة الامريكية وروسيا بانهما كليهما يقعان ضمن منظومة حضارية واحدة الا وهي المنظومة الغربية الرأسمالية بكل تأكيد يعني روسيا اليوم كما كان قال اعتقد شيرشيل قال ان روسيا ابن انظال للحضارة الغربية سيعود يوما وهو عاد وهو عاد يعني وكانت هذه قبل 50 او 60 سنة عاد لكن عاد بالشعور القومي بمعنى انها الدكتاتورية القومية او الاستبداد المحدود في اطار معين ضمن الاطار العام اللي هو الاطار الرأسمالي وكذلك الصين بالمناسبة حتى وهي تدعي انها ما زالت هي اخذة لكنها من ناحية الاقتصادية ومن ناحية فقط ناحية السياسية هناك استبداد سياسي يغطى بمفهوم ولكن النظام الاقتصادي هو نظام غربي هو نظام غربي ليبرالي نظام السوق بل ان الصين اليوم هي المحرك الرئيسي للسوق اذا لماذا يتواجهان يتواجهون المصالح هما ضمن نفس المنظومة الحضارية المصالح ألا تجمعهم المصالح اكثر مما تفرقهما؟ تجمعهم حينا وتفرقهم احيانا كثيرا بمعنى ان هناك مثلا هناك مصلحة امريكية روسية في سوريا مشتركة يسمونها الحرب على الارحام وقد تعاونوا الى حدود كبيرة فيها وما زالوا يتعاونون الى حد الاسبوع الماضي لكن الاسبوع الماضي وصلوا الى سياسة ما يسمى الحافة على الهاوية على حافة الهاوية بمعنى ان كل واحد يضغط بشدة من اجل تحقيق مصالحه هناك مصالح مشتركة يتعاونون حولها ولكن هناك القسامات وخلفات هناك مجموعة من الملفات سأذكرها لك بسرعة سنأتي لكل الملفات واحد واحد بالتفصيل ولكن الان طالما ان الولايات المتحدة الامريكية وروسيا هما ضمن نفس هذه المجموعة الحضارية الغربية هل تعتقد بان نقاط التواصل الان اصبحت اكبر واكثر منها في وقت كانت روسيا جزء من منظومة شيوعية هي منافسة ايديولوجيا للولايات المتحدة الامريكية ومنظومة الانفكارية بكل تأكيد نقاط التواصل اكبر وخاصة حول قضايا معين حول ما يسمونه بالارهاب او الحرب الحقيقة على المنطقة الاسلامية التي ترفع شعار الارهاب وحول بعض الملفات التي يتعاونون فيها مع بعض لكن لديهم ايضا انقسامات حول مجموعة من القضايا وهي قضايا باسم المصلحة الوطنية بمعنى انها ليست مصلحة ايديولوجية روسيا ليست لا شيوعية ولا اشتراكية ولا غير ذلك وانما هي مصالح صراع على المصالح صراع على النفوذ صراع كما كان يحدث ما بين بريطانيا وفرنسا مثلا قبل مئة عام ويحدث بين ربما حتى الدول الحلفاء اذا ما الذي يميز ذلك الصراع بين الولايات المتحدة الامريكية وروسيا عن صراع الولايات المتحدة الامريكية ودول اخرى لان القيم ليست متقاربة جدا صحيح ان روسيا عادت للحضارة الغربية او للمفهوم الغربي ولكنها ما تزال وفق قيم معينة وفق قيم القومية حيث تشتد هناك وفق قيم الارثوذكسية حيث الارثوذكسية تعود بقوة الى تلك المنطقة وتسود في تلك المنطقة وهناك اذا مجموعة من الخلافات القيمية اذا شئنا وان كنا ضمن نفس الاطار بمعنى ان اليونان مثلا هي جزء من المنظومة الغربية ولكن اليونان تختلف عن بريطانيا في كثير من القرار يمكن ان تقول ان المانيا النازية ايضا هي جزء من المنظومة الغربية الرئاسمالية ولكنها ثارت عليها وتسببت بحق عالمية والفاشستية مثلا بمعنى انها تبقى في الاطار العام هي ضمن هذا الاطار ولكن قد تصل الى اقصى حدوده وبالتالي يحدث مع هذا التصادم حينا استاذ صباح المختار انت اشرت الى الشعور الخومي الذي يريد بوتين ان يبعثه في الروس وكان واضحا ذلك في كلمة بوتين امام الدومة هل برأيك هل هو هذا فعلا مبعث ذلك الجموح الروسي دوليا والرغبة ان يثبت بصماتهم في كل ملفات العالم وان يقولوا نحن فعلا قوة عالمية الثانية الاولى ونريد ان نبقى الاولى بالنسبة الى روسيا تريد ان تستعيد النفوذ الذي كان يتمتع به الاتحاد السوفيتي بالنسبة الى روسيا لديها مصالح في سوريا وفي المنطقة العربية وتريد الان ان تستعيد دورها في افريقيا وبقية المناطق اذا نظرنا الى الساحة السورية على سبيل المثال نجد ان هناك تعارض بالكامل هناك امريكا تريد تغيير نظام الحكم في حين ان روسيا تريد ابقاء نظام الحكم هناك يتفقان كلاهما في محاربة الاسلام لانه كلاهما يبحثان عن الاسلام حسب المواصفات التي يريدونها هناك اسلام جيد وهناك اسلام غير جيد وهناك اسلام متطرف وهناك اسلام مؤتدل الى اخرى من هذه التعبيرات لكن في نهاية الامر الصراع هو حول مناطق حول النفوذ بالنسبة الى روسيا اكثر منطقة او المنطقة الوحيدة التي بقيت لها نفوذ مباشر في المنطقة في الشرق الوسط هي سوريا بالنسبة للقاعدة والقاعدة البحرية في طرطوس وبقية المصالح هناك الدين الكبير السوري الى روسيا هناك الالتزامات الكثيرة وهناك ايضا ان سوريا هي الورقة الوحيدة التي بقيت بيد روسيا سأعود مرة اخرى الى سوريا ولكن قبل ذلك هل لدى روسيا الان من المقومات التي واقصد هنا المقومات الاقتصادية والمقومات العسكرية والمقومات البشرية مما تجعلها تطالب بذلك الدور التي تحدثت عنه بزعامة العالم او ان تكون وريثة الاتحاد السوفيتي في تلك المكان العالمي هناك امكانية لذلك نتيجة ليس لقوة روسيا وانما لضعف امريكا امريكا الان اصبحت الرجل المكروه في العالم كله سواء كان في اسيا وفي افريقيا وفي امريكا اللاتينية في اوروبا نفسها حينما اجري الاخر احصاء وجدوا ان امريكا هي رعية الارهاب في العالم الموقف الامريكي الان هو موقف الموقف السياسي الامريكي خلال النصف قرن الماضي يعني كما يقول مثل يا فرعون من فرعناك لم اجد من يلجمني بالضبط فالموقف الان هناك عداء في كل الدول الى امريكا اكثر مما هو موجود لروسيا نعم هناك من يعارض الموقف الروسي اما على اساس مبدئية وعلى اساس الشيوعية وحتى على اساس التدخلات لكن في نهاية الامر اعتقد ان ضعف الادارة الامريكية الان حتى في علاقاتها الدولية يعني اذا تنظر الى علاقات امريكا الدولية مع مختلف الدول مع جنوب افريقيا مع محاولة الانقلابات في امريكا اللاتينية الصراعات في الشرق الاوسط الموقف بالنسبة للقضية امريكا لحد الان لم تظهر موقفا واضحا لموقفها في الشرق وهذا ما دفع الروس لملء ذلك الفراغ السيد محمد العربي زيستوت ما رأيك هل فعلا فقط سياسة ملء الفراغ سياسة عدم وجود تلك القوة كما كنا نسمي الولايات المتحدة الامريكية بعد انهيار الاتحاد السوفيت الشرطي العالم هل غفى ذلك الشرطي مما جعل الروسي يتماذى الشرطي العالم لديه مشاكل ومشاكل متعددة ومشاكل تكبر لديه مشاكل اقتصادية لديه مشاكل مالية لديه مشاكل الديون لديه مشاكل مع الصين مشاكل تكبر مع الصين ولكنها وإن كانت خامدة لا من حين آخر تظهر لكنها تكبر وتكبر بشكل كبير لديه أيضا أن حدود التوسع جعلت منه غير قادر أن يكون كما كان بتلك القوة عندما تتوسع بشكل إمبراطوري وفي كل مكان تصل إلى مرحلة أن هذا التوسع يبدأ يدب الضعف في بعض الجوانب يتراهل ينتظر من اللازم بالضبط مثلا هذا في أمريكا اللاتينية اليوم لديه مشاكل متراهل هناك لديه تحديات من البرازيل من بنزويلة من مجموعة دول هناك تريد أن يتعاوى ويتعايش مع كوبا بعد حصار حوالي ستين عام للجزيرة الصغيرة هناك كل هذا تجعله إذن ليس بتلك القوة التي كان عليها في منتصف الثمانينات ولا حتى في نهاية التسعينات لكن يبقى بعيد من حيث القوة ومن حيث النفوذ ومن حيث القوة العسكرية والاقتصادية بعيدة جدا على روسيا يعني روسيا فقدت تقريبا أكثر من نصف قوتها برحيل الاتحاد السوفيتي نصف قوتها ككل الاقتصادية والعسكرية والبشارية ككل وخاصة الاستراتيجية يعني روسيا روسيا كانت 14 جمهورية أخرى تشكل معها الاتحاد السوفيتي اللي هو الحقيقة كان احتلال روسي لكن تحت تسمية الاتحاد السوفيتي كانت القوة النافذة والضاربة هي روسيا والآن هي القوة الخامسة أو سادسة عالميا اقتصاديا ليست الأولى ولا الثانية ولا الثالثة ولا الرابعة بل ماذا تريد أن تقفز إلى المكان الأولى تبحث عن نفوذ ضاع مجد ضاع مجد ضاع لكن لمن؟ لهؤلاء يعني بوتين والطاقم الحاكم معه هؤلاء في نهاية الخمسينات من عمارهم بداية الستينات هؤلاء عايشوا مرارة انهيار الاتحاد السوفيتي ولكن اسمح لي هناك وجهة نظر ربما مناقضة لما تفضلت به أن روسيا هي التي تم مضايقتها من قبل الغرب روسيا هي التي تم اللعب في ساحتها الخلفية الناتو استغل ضعف روسيا في عهد بعد انهيار الاتحاد السوفيتي مباشرة في عهد يلتسن وفي عهد بوتين الأول بتوسعه في أوروبا الشرقية بضم كل حلف وارسو سابقا إلى حلف الناتو والآن عندما استعادت روسيا قوتها أرادت أن تستعيد أو أن ترد الصاع صاعين لمن آذاها في البداية لا بطبيعة الحال العلاقات الدولية هي علاقات افتراس هي علاقات صدام هي ليست علاقات عاطفية أو علاقات أخوية أو دبلوماسية دبلوماسية هي محاولة لتزيين تلك الوحشية التي تسود العالم الدبلوماسيين يحاولون دائما أن يخففوا من المعارك المسلحة ينقلونها إلى معارك باردة أحيانا أو يخففوا منها لكن في الحقيقة العلاقات الدولية هي علاقات صدمية هذا هو المفهوم الأساسي للعلاقات الدولية القائمة عندما استطاع الغرب أن يضعف روسيا إلى أقصى الحدود ذهب إلى أقصى حد إلى الدرجة أن نرى يلتسن عندما نتذكر نهاية التسعينات ويلتسن كيف كان وكيف كان يدير روسيا كانت الصورة مؤلمة تراجيدية لتلك الامبراطورية التي كانت ترهيب العالم نعم كان قاب قوسينا وادنا أن تتسول روسيا العالم من أجل المساعدات تتسولت وجاء الشعب الروسي في منتصف التسعينات وكانت البقى أمام البنوك من أجل أخذ عشر روبل أو عشرين روبل كل هذا يجعل ذلك المجموعة تريد أن تسترجع النفوذ لكن في الحقيقة روسيا ليس لديها تلك الإمكانيات حتى إمكانيات التحاد الصوفيات الضعيفة لم تعد لديها والإمكانيات العسكرية روسيا نعطيك مثال واحد تستهيل بإمكانيات روسيا العسكرية نعطيك مثال واحد الإمكانيات التحاد الصوفيات العسكرية كانت أكبر مما هي عليه اليوم روسيا كانت أكبر كان لديه في كزاخستان وفي أوكرانيا وفي مع أنه رجع أسطول أوكرانيا الآن بضمه للقار جزئيا لكن القوى العسكرية في الحقيقة الكبيرة جدا لا تفيد في المعارك الصفت إذا شئنا اللينة المعارك اللينة القوى العسكرية تفيد في حالة الحروب الكبرى لكن إذا لم تكن هناك حروب كبرى فهي انهارت شوف الاتحاد الصوفيتي بكل ما كان يملك من قوة سقط في الاتحاد الصوفيتي السقوط مريع وكان سبب من أحد الأسباب الرئيسية لانهيار الامبراطورية إذن فهذه القوة مثال بسيط الروبل فقد أكثر من ثلث قيمته العملة الروسية في السنتين الأخيرتين لديهم مشاكل مع سقوط البترول روسيا اليوم المصدر أو المادة الرئيسية 60% تقريبا من صادرات روسيا هي سابرة البترول سأناقش إمكانيات الصمود في محاور هذه الحلقة ولكن أستاذ زبح المختار روسيا هل يبدو بأنها فعلا تريد أن تستعيد حقبة الحرب الباردة وتريد فعلا أن تلقن الغرب درسا فيما كان يلقنها درسا في أوقات ضعفها يعني ملف أوكرانيا على سبيل المثال هي الحديقة الخلفية للروس وحتى الجزء الذي ضمته من روسيا يتكلم الروسية جزء منهم يتكلمون الروسية فهي الآن تريد أن تنتقم من الغرب بمعنى أو بآخر في مناطق النفوذ التي تحدثت عنها كسوريا طبعا هذا يعني هذه المحاولة الروسية تهدف إلى هذا إن كان ستصل أو لا التاريخ هو الذي يعني المستقبل هو الذي سيرين ذلك لكن روسيا لديها الآن على الأقل خطط أوضح مما لدى الأمريكان فيما يتعلق بمختلف الصراعات قد لا تكون لها نفس الأولا عندك مشكلة اللغة اللغة الإنجليزية العالم كل يتحدثها وإلى آخره الأمريكان لا يزالون لديهم السمعة والاسم كيسينجر وغير السياسيين أغلب العالم لا يعرفون من هم السياسيين الروس لكن روسيا من حيث التخطيط والعمل الآن مثلا إذا قارننا فيما جرى في أفغانستان حينما قامت أمريكا من محاربة روسيا نجد أن الآن أمريكا تريد أن تعيد الكرة في أوكرانيا بالنسبة إلى الصراع الموجود في سوريا أيضا هو صراع بين الطرفين حول إثبات من هو الذي لديه القوة الأمريكان طلبوا من الروس التدخل ثم بعد ذلك لأنه لم يكن عندهم خطة لا يعرفون ماذا يريدون يعني في سوريا برأيك المشكلة كانت هي الفراغ الأمريكي وعدم وجود رؤية أمريكية حول الصراع في سوريا حول الأزمة في سوريا هو الذي دفع الروس لملأ ذلك الفراغ بدون أدنى شك أولا أن الأمريكان منذ البداية كانت الخطة تغيير نظام الحكومة إلى خره أقنعوا الأوروبيين بالدخول حركوا الناتو ثم بعد ذلك بدأت أمريكا تنسحب قليلا غيرت الرأي غيرت الموقف ليس هناك وأنا أزعم أنه لا يوجد محلل سياسي الآن يستطيع أن يبين ما هو الموقف الأمريكي حقيقة من سوريا كيف بدأ كيف تحول إلى أين يسير أوباما كان مترددا في دعم الفور السورية منذ بدايتها هو كان يشكك في قدرات السوريين الثوار يلقون كل الأبع على أوباما المسألة هي ليست أوباما أوباما هو رئيس الأمريكي الآن في أمريكا معسكر الحرب الآن لا يزالون يعتقدون أن يجب على أمريكا أن تصددم مع روسيا يعتقدون أن تصددم مع الصين على بحر الصين يعتقدون أنها يجب أن تضغط هناك معسكر الحرب ومعسكر الحرب استطاع في أمريكا مثلا تغيير وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش وجاءوا بوزير الدفاع الذي هو أكثر أقرب إلى الصقور من الوزير السابق. لكن لا يزال الموقف الأمريكي غير واضح. خصوصا إذا أخذنا أنه. الآن عندنا موضوع الانتخابات القادمة. وعندك الفترة الآن منها إلى الانتخابات. ثم بعد الانتخابات كم شهر الأولى بالنسبة للرئيس. سيتبقى هذا الموقف الأمريكي غير واضح. وبالتالي الموقف الروسي أكثر وضوحا وهي التي تقوم بالعمل الذي أرادت أن تقوم به. روسيا الآن تقصف كافة الجهات في سوريا المعادية لها. ما الذي تريد روسيا من سوريا؟ روسيا بالنسبة لها تريد بقاء سوريا. تريد بقاء النظام أولا. هل بقيت؟ هل هناك سوريا حتى تريدها روسيا؟ ما يبقى منها سوريا منطقة جغرافية. سوريا نظام حكم مكسر ضعيف ديكتاتور غير قابل للحياة. هناك لكن هناك منطقة هناك منطقة اسمها سوريا موجودة. وهي أكثر مما مثلا موجودة في الصومال أو في أفغانستان أو في العراق. هذه لا توجد. هل هي هذه استاذ محمد العربي زيتوت؟ هي الرؤية الروسية؟ أهمية سوريا في الشرق الأوسط بالنسبة لها؟ وهذا ما دفعها للاستماتة في الدفاع عن النظام السوري. للدخول الآن رسميا في حرب مع الثوار السوريين ضد الثوار السوريين إلى جنب النظام. هل ذلك أم هو ضعف أو عدم وجود رؤية أمريكية حول الوضع في سوريا؟ سأجيبك على هذا السؤال مهم جدا. لكن دعني أقدم تعليق لأنني أختلف قليلا مع الأستاذ. فيما قال حول وفيما قلت أنت أيضا حول قضية عدم وجود رؤية أمريكية في سوريا. بالعكس أنا أزعم أن هناك رؤية واضحة. الأمريكيين يعرفون جيدا جدا ما يريدون من سوريا. وهو؟ وهو أن تكون سوريا محطمة. وهو أن يتقاتل الأتراك والروس والإيرانيين والسعوديين والقطريين والإماراتيين في سوريا. والنتيجة؟ لدي ثلاث أسئل أساس. هل هذه بسرعة؟ هل حرف سوريا اليوم خطر على إسرائيل؟ لا. هل حرف سوريا خطر على الإمدادات البترول؟ لا. هل حرف سوريا خطر على الممرات المائية الكبرى؟ لا. ولكن طفعيها لو سمحت كل اللاءات التي تفضلت بها. يمكن أن تكون نعم. يمكن أن تكون خطر إذا امتدت هذه الحرب والجماعات المسلحة. عندما تكون إسرائيل. عندما تكون يكون هناك سياس أخر. إذا امتدت هذه الجماعات وخطعت طرق الإمداد الرئيسية للبترول. كل الإمدادات. يمكن أن تكون نعم. عندما يكون. نعم. سأتيك. كوبا لم تكن شيء. نعم. سأتيك. لا. كوبا شيء آخر. كوبا كانت بالنسبة لأمريكا مصمار في ذلك الحذاء الكبير. وكان يزعجها قليلا. ولكن لم تكن تريدها. طيب. بالنسبة لأ هذه المصالح الكبرى للولايات المتحدة. عندما تكون هذه المصالح الاستراتيجية الكبرى مضمونة. إسرائيل. البترول والمؤمرات المائية الكبرى. فإن أمريكا ستدير الأزمة. management of the crisis. وليس resolution of the crisis. يعني بمعنى ليس حل الأزمة. وإنما إدارة الأزمة. عندما تقوم الولايات المتحدة بإدارة الأزمة. الولايات المتحدة وافقت الروس لدخولهم لسوريا. لو لم تكن هناك موافقة ضمنية أو مباشرة من الأمريكان. ما كان الروس يستطيعون أن يقول. يعني نتحدث عن المستويات السرية. في العلن الولايات المتحدة الأمريكية انتقدت الوجود الروسي. وروسيا دافعت بأنها جاءت بطلب من النظام. وكيري أيضا في حديثه السري قبل أسبوع مع النشطاء السوريين. انتقد ذلك التدخل. وانتقد حتى الموقف الروسي باعتبار النظام السوري شرعيا. ويحق له يطلب القوات. في فرق ما بين أن تنتقد وما بين أن تكون شديد الانزعاج أن تقوم بعقوبات عسكرية كما في أوكرانيا. بمجرد ما دخل الروس إلى أوكرانيا قامت عقوبات عسكرية. أرسلوا عساك رلمانينز وعساك بريطانيين وألمان إلى أوكرانيا. أرسلوا أسلحة جديدة إلى دول بالطير. هذا بالنسبة لأمريكا. ماذا عن الروس؟ ماذا يريدون من سوريا؟ الروس يريدون من سوريا أن تظل تحت إدارتهم. كانت سوريا وليبيا وإلى حد ما الجزائر والعراق مجال نفوذ سوري. وقبل 72 كانت مصر أيضا مجال نفوذ روسي. لكن تغيرت الأحوال وخارجت روسيا من كل هذه الدول. ولكن لماذا تخلت هذا هو السؤال؟ لماذا تخلت عن العراق وسمحت لأمريكا باحتلاله وقتل صدام حسين؟ لماذا تخلت عن ليبيا؟ ليبيا طيب. لماذا تخلت عن القذافي وسمحت بقتله؟ لم تسمح بقتله بطبيعة الحال. وإنما عندما كانت في تلك اللحظات في 2011 لم تكن روسيا هي روسيا اليوم. ثم أن ليبيا في الحقيقة وقد قالها فوتين أكثر من مرة ويقولها المحلين الروس أكثر من مرة من أن ليبيا هي التي جعلتهم أن يذهبوا بعيدا في سوريا. لأنهم خدعهم الغرب في ليبيا. وقد قالوها أكثر من مرة. ثم أهم من هذا كله بالنسبة لولايات المتحدة مدامت روسيا هناك. ومدام دعهم يأتون دعهم يغرقون. كما قال أوباما في الوحل. في الوحل. ولكن الظاهر الآن في نهاية عهد أوباما أنه هو الذي يغرق في الوحل. هو الذي الآن ليس لديه خيارات بعد أن قطعت الولايات المتحدة الأمريكية قنوات الاتصال مع روسيا. ما رأيك أن نسمع الإجابة على هذا التساؤل بعد فاصل قصير. فاصل قصير أعزائي المشاهدين نعود بعده لمتابعة برنامجنا. فابقوا معنا. اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الزمن يشيب والزمن يداوي. الساعة يرجوها السعيد لتقف والحزين لتسرع. لكنها لن تقف ولم تسرع. تمضي الساعة ونمضي معها نرفع عن سوريا غطاء الزمن لنتحسس فيها الحياة. ساعة نديرها نحن لا إلى الوراء ولا إلى الأمام بل لنجلوى المشهد على حقيقته ونوضح الأفق والمدى. أدعوكم أنا محدثكم محمد علاء الدين لنكون معاً عبر قناة الحوار الفضائية في ساعة سوريا. في الشارع المصري حكايات وأخبار يومياً آلام وأمال وأحلام لغد أفضل. سنكون معكم من أرض الفيروز شرقاً إلى مطروح غرباً من الإسكندرية شمالاً إلى أسوان جنوباً. نسير في أزقة القاهرة وشوارعها نفتح معاً نافذة على مصر. تابعوني أنا أسامة جوي على قناة الحوار. أهلاً بكم مع عزيزي المشاهدين مرة أخرى في هذه الحلقة من قضايا وأراء نناقش فيها مستقبل العلاقات الأمريكية الروسية. أرحب مرة أخرى بضيوفي هنا في الأستوديو المحامي ورئيس رابطة جمعية المحامين العرب في بريطانيا الأستاذ صباح المختار. وبضيفي الدبلوماسي الجزائري السابق الأستاذ محمد العربي زيتوت. وكذلك بضيفي عبر الهاتف من إسطنبول الباحث في العلاقات الدولية دكتور زيد عبدالوهاب. دكتور زيد عبدالوهاب مرحباً بك في برنامج قضايا وأراء. أنت كيف ترى العلاقة الأمريكية الروسية؟ وكيف يمكن أن تتطور هذه العلاقة المتوترة بينهما وخاصة في الملف السوري؟ يبدو أن الدكتور زيد ليس معنا الآن. سنحاول الاتصال به. هذا سؤال الأستاذ محمد العربي زيتوت. كنا قد ختمنا به الجزء الأول من برنامجنا. وأفترضت أنت بأن هناك رؤية مشتركة للروس والولايات المتحدة الأمريكية في سوريا. إلا أن البعض يشكك في ذلك. ويقول أن المشكلة هي فيما يسمى بعقيدة أوباما. هو أوباما لا يريد القتال في سوريا. ولا يريد الحرب في سوريا. وتعلم من تجارب بوش في العراق. ما رأيك؟ كنا سنصدق ذلك. ونقول أنه بالفعل هذا رجل مسالم. لو لم يقتل في أفغانستان أكثر مما قتل بوش بطائرات بدون طيار. لو لم تكن هناك عشرات الآلاف ما زال من الجنود الأمريكان في أفغانستان. لو لا أن الطائرات بدون طيار تقتل في الصومال. تقتل في كينيا. تقتل في باكستان. تقتل في اليمن. تقتل في العراق. لا. هم يقتلون في كل مكان. وأوباما يقتل ويأخذ حروب. ولكن حروب محدودة. بمعنى أنها تغيرت الطريقة الوسيلة. لم تعود تلك الحروب الجرارة أو تلك الجيوش الجرارة. وإنما أصبحت أكثر دقة. شيرجك إذا شئت. جراحية. جراحية هنا وهناك. حروب سرية هنا وهناك. قوات خاصة هنا وهناك. ولكنها يخوض حروب. وهو رجل حرب مثل كل الرؤساء الأمريكيين. إذن لماذا لا يخوضها في سوريا؟ لأن الروس يقومون بما يريد. في أكثر الحالات الروس يقومون. ما هو العدو بالنسبة لروسيا والولايات المتحدة في سوريا؟ التطرف يقولوا. التنظيم الدولة والمجموعات المتطرفة. الفرق الوحيد بينهم هو أن روسيا تضع تقريبا كل الثوار السوريين. بأنها مجموعات متطرفة. تقريبا إلا بعض الذين يقتربون منها. بينما الولايات المتحدة تميز. تضع البعض والبعض يقولون كما قال أوباما عليه. ولكن تفترض أن روسيا صادقة. تفترض أن روسيا هدفها فعلا هو محاربة تنظيم القاعدة. كما تقول وكما تدعي دائما. وليس انتصار النظام بأي ثمن من الأثمان. القاعدة أو داعش هي في حقيقة الأمر مصمار. هناك كل واحد يريد أن يقول أنه سينتزع. لكن كل واحد في الحقيقة يضربه أكثر. لكي يبقى هناك. لأن بوجود ما يسمى الحرب على الإرهاب. تمرر سياسات. تحطم دول. تنهى بلدان. تضرب شعوب بأكملها. تستعمر دول. أنت انظر إلى ليبيا ما يحدث فيها اليوم. باسم الحرب على داعش أو العراق. تقريبا تكاد تزول هذه الدول باسم الحرب على الإرهاب. وإنما في الحقيقة هي حرب من أجل المصالح. ومن أجل النفوذ ضد مناطقنا وضد بلدنا. هذا يدفعني سيد صباح المختار للتساءل. كيف يمكن لدولتين تدواجهان على الساحة السورية. وتلتقيان في كثير من الخطوط في العمليات العسكرية. انظر إلى ما يدعيه الروس والنظام في حربهم على تنظيم أو جبهة النصرة. سابقا جبهة فتح الشام الآن. في نفس الوقت الذي تضرب فيه روسيا والنظام الثوار. بما فيهم أيضا كما يقول النظام هو يضرب جبهة النصرة. نرى أن البلاد المتحدة الأمريكية تستهدف جبهة النصرة. كيف يمكن فهم هذه الخطوط المعقدة في الوقت الذي تدعي الولايات المتحدة الأمريكية. بأنها تريد انتصار الثوار. أعتقد أن الموقف يمكن نظر إلى من خلال تركيا. باعتبارها المصدر التي تقاس فيها الأمر. تركيا بالنسبة لها الحركة الكردية تمثل الخطر الأكبر بدون استثناء. ثانيا الإرهاب الإسلامي داعش والقاعدة خطر ولكنه خطر قريب يبعد عني بمترين. في حين أن الخطر الإسلامي بالنسبة إلى روسيا وأمريكا آلاف الأميال. هذا الموقف بالنسبة إلى روسيا. روسيا تسير مع الخط الذي يجب القضاء على كافة الحركات. بما فيها الحركات الكردية التي تشجعها أمريكا. وبالتالي هنا تقترب روسيا مع تركيا. بالرغم من الخلاف بيناتهم. لأن تركيا بالنسبة لها موضوع الأكراد هو الموضوع المهم. الآن أمريكا تشجع الأكراد. لأنها تريد دخول الأكراد على المعركة. لأن أمريكا تريد جنود على الأرض. طائرات لم تعد تكفي. الأمريكا غير مستعدين وضع الجنود. الروس غير مستعدين وضع. الآن يريدون إقناع الأكراد والأتراك بوضع الجنود. طبعا يحاولون مع العرب أيضا إلى آخره. لكن هذا يبين طبيعة الخلاف في التفكير الروسي والأمريكي. وبالتالي يؤثر على السلوك للدولتين. بالنسبة إلى أمريكا كلفت روسيا بالقضاء على داعش وإلى آخره. لكنها لم تردها أن تضرب العناصر التي تقوم أمريكا بدعمها. نحن تحدثنا عن النصرة. النصرة هي ليست عدل. هي واحدة من مختلف الجيش الحر وغيرها. وحتى ديمستورا يقول بأن أفراد النصرة في شرق حلب هم 900 شخص فقط. في الحين هناك أربعة آلاف أو خمسة آلاف من مجموعات الأخرى. واحدة من أكبر المشاكل التي عندنا هو التلاعب بالأرقام. الجميع يتحدث بأرقام ولا يوجد لأي واحد أي دليل. سواء كانت تحدثنا عن النصرة ولا على القاعدة ولا على الجيش الإسلامي. ليس هناك أرقام دقيقة. والجميع يستعملون الأرقام لتبادل المعلومات. كما لو كانت هي حقيقة. المسألة هي ليست ذلك. المقاومة الموجودة الآن في سوريا وفي العراق. هي ليست النصرة والجبهة والحزب السر. وبالتالي لا يمكن محاربة. هناك حرب تجري على أشخاص. كيف يمكن للحلف الأطلسي أن يحارب أفراد؟ يعني الدولة الإسلامية إذا لم يرفع العلم الأسود. ما يعني هذا؟ هل هو جيش الإسلامي أم لا؟ إذا لم يكن لحية. هذه الاستيريو تايبين وهو إعطاء النموذج والتعميم غير المعقول. هو الذي يؤدي إلى تشويش هذه الصورة. معنا الآن دكتور زيد عبد الوهاب الباحث في العلاقات الدولية. ورحب بك دكتور زيد عبد الوهاب. من وجهة نظرك ما هو مستقبل العلاقة بين الولايات المتحدة الأمريكية بعد زيادة مساحات التباين بينهما. وارتفاع مؤشر التوتر في العلاقة في ملفات كثيرة. لعل أسخنها الآن الملف السوري. شكرا جزيلا على السبافة. طبعا الحكم على طبيعة العلاقات الروسية الأمريكية في هذه المرحلة غير ممكن وغير وارد. باعتبار أن الولايات المتحدة الأمريكية مقبلة على انتخابات رئاسية. وتتغير الكثير من الرؤى والخطط في حال استبدل الرئيس الديمقراطي الحالي برئيس جمهوري لاحق. أو ربما حتى إذا بقي الحكم لدى ديمقراطيين وتسنمت هيلاري كينتون إدارة البيت الأبيض. ما تأثير ذلك؟ يعني نقطة مهمة أشرت إليها دكتور عبد الوهاب. ما تأثير ذلك؟ هو عدم وجود حكومة مستقرة في الولايات المتحدة. هذه حكومة تودع. ما تأثير ذلك على السلوك الروسي؟ هي ليست مستقرة. لا يمكن وصفها أنها حكومة مستقرة أو غير مستقرة. بقدر ما ينبغي أن نعلم بأن الولايات المتحدة الأمريكية. وهذا دينا كل الرئاسات. على مر التاريخ الولايات المتحدة في هذه المسألة. دائما الأربع سنوات الثانية الولايات المتحدة الأمريكية تتعطل في قراراتها وفي رؤاها وفي استراتيجياتها. لأنها تتهيأ لمرحلة السبذال الرئيس. وينبغي أن نقرأ التاريخ جيدا. بأنه لم يحصل أن جاء رئيس جمهوري بعد رئيس جمهوري. ولم يحصل أن جاء رئيس ديمقراطي بعد رئيس ديمقراطي. إلا في حالة واحدة حينما انتهت ولاية ريغين وجاء بوش الأب. فقط في هذه الحالة. أما بقية الحالات فدائما هناك استبدال في الرؤى. يخرج رئيس ديمقراطي ويأتي جمهوري. هنا الفروقات ما بين الجمهوري والديمقراطيين. الاستراتيجية الأمريكية عند الديمقراطيين هي استراتيجية عدم التدخل المباشر. وعدم الذهاب إلى الخارج في مغامرات عسكرية. بينما عند الجمهوريين المدهس الواقعي تكون أعلى صوتا ويذهبون نحو المغامرات الخارجية. فالولايات المتحدة الأمريكية الآن لا هي تريد أن تدخل في حرب مع روسيا في منطقة الشرق الأوسط. وهذا يسبب لها إشكالية كبيرة وهي على باب استبدال الرئيس. ولا هي لديها القدرة العسكرية أن تقوم بهذا. فالحديث عن تباين ريسي أمريكي أعتقد بأنه هو للبروباقاند الإعلامية فقط. إذن برأيك هل سيغري ذلك الروس بالمزيد من التمادي في سوريا؟ لمحاولة خلط الأوراق؟ روسيا مستغلة هذا الضعف الأمريكي. هذا التردد الأمريكي مستغلة سياسة أوباما بعدم التدخل المباشر. أنا باعتقادي بأنه لا يوجد هناك هذا التقاطع الذي نذكره ما بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية. أنا أظن بأن هناك أدوار تكاملية ما بين الطرفين. هناك اتفاق بين الطرفين على أن تبقى هذه الحرب مستمرة في استنزافها للأطراف المتفارعة في المنطقة. حتى يهلك أحد الطرفين. ولنا في الحرب العراقية الإيرانية أنموذج حينما أبقت الولايات المتحدة الأمريكية من جهة وروسيا من جهة. وكل الأطراف التي كانت تعتقد أنها داعمة للحكومة العراقية أو داعمة للحكومة الإيرانية. كانوا يدعمون كل الأطراف حتى يتهلك أحد الطرفين. وتهلك في وقتها العدو الإيراني وانتصر العراق. على أية حال الحديث الآن عن تقاطع أمريكي وروسي في سوريا. أنا أعتقد أنه حديث إعلامي. الولايات المتحدة الأمريكية اليوم صدرت وقالت بأننا مستمرون في حواراتنا مع روس. ولم نقطعها نهائيا. على أكس ما يتردد عن وجود تقاطعات عسكرية والسعدادات والسالة القرادات. وإلى آخر من هذه القضايا العلمية. أشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة البحث في العلاقة الدولية. دكتور سيد عبد الوهاب. تقريبا إلى حد ما نفس وجهت نظرك سيد محمد العربي زيتوت. لا ترى بأن هناك صراع بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية. ولكن هذا السيناريو ألن يغري قوة أخرى؟ هي بأن تملأ ذلك الفراغ؟ بأن تستفيد من هذه الحالة في التماهي في المواقف بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا في سوريا؟ هناك تنافس. يعني ليس هناك تماهي تماما حتى نكونوا دقيقين. هناك تنافس أمريكي وروسي متكاملين في قضايا كثيرة. خاصة ما يسمونه بالحرب على الإرحام. ولكن متنافسين حول النفوذ حول المصالح. ما تريده الولايات المتحدة هو أن هذه قضية لا تشكل مخاطر على الولايات المتحدة ومصالحها الاستراتيجية. وبالتالي إطالة أمدها قد يفيد الولايات المتحدة. بمعنى أنها تجعل الكثيرين يتقاتلون هناك وثم يرجعون إليها. تركيا عندما تحتاج شيء أو سؤولي. ولكن هؤلاء سهل سيبقون هكذا. وتركيا السعودية خاصة منتظرة لموقف أمريكي حاسم. ألا تعتقد بأنها في مرحلة من المراحل ستبادر هي وتملأ هذا الفراغ الموجود سواء تركيا أو روسيا. ورأينا بأن تركيا فعلا بدأت ودخلت في سوريا وملأت جزء من ذلك الفراغ. وفرضت إلى حد ما منطقة حضر جوي أو منطقة آمنة بالقوة. هناك ألف كيلو متر الآن في سوريا آمن من قبل الأتراك. عندما اتفقت مع الروس لم تفعل ذلك قبل ذلك. الروس في العلن يحتجون على ذلك. يحتجون لكن نحن نعرف هذه اللقاءات التي تمت. ووصل بمقتضاها أردوغان وبوتن من أن الولايات المتحدة تريد ربما إضعاف نظاميهم. ونحن نعرف ذلك أن الولايات المتحدة تريد إضعاف نظام بوتن وتريد إضعاف نظام أردوغان. وبالتالي وصلوا إلى اتفاق بدل من أن نتصادم نحن هنا كما كانوا لمدة حوالي ستة أشهر منذ إسقاط الطائرة الروسية. دعونا نتقاسم. دعونا نتفاهم في بعض القضايا ونتفق على أن نختلف في قضايا أخرى. يتفقون أن يختلفوا حول بشار مثلا. ولكنهم يتفقون الآن حول بعض القضايا الكردية التي هي بالنسبة لتركيا كما تفضل الأستاذ. مهمة جدا جدا جدا. وهو أن أول ما قامت به روسيا هو غلق المكاتب التي كانت فتحتها للأكراد. عندما كانت فيه خسدام كبير. ثم تركيا بدورها سحبت مستشارين ودعم كان يذهب لأوكرانيا. إذن دعونا نتفق حول بعض القضايا. عندما قبل الروس مع الأتراك في نوع من الاتفاق الضمني السري. من أننا نختلف لكن في حدود معينة. لا تقوم روسيا كما كانت بقصف الحدود السورية التركية. لا تقوم بقصف التركمان الآن. روسيا لا تقوم بذلك. يعني وقفت من قصف التركمان وقصف المناطق المحاذية للحدود التركية. في نفس الوقت تركيا في بعض القضايا تتنازل. طيب على كل هذا بالنسبة لتركيا. ماذا عن السعودية في الصباح المختار؟ هل يمكن أن تقوم بنفس المقاربة التي قامت بها تركيا. وتفرض أيضا لنفسها وجودا في الملف السوري كما قامت تركيا؟ أشك جدا. السعودية أولا أشغلت نفسها باليمن. وبالتالي خرجت من المعادلة. تماما. ثانيا أعتقد أن الوضع الداخلي في السعودية والوضع العسكري وغير العوامل الأخرى أصبح صعب جدا. لا يسمح للسعودية بالتدخل. نعم هناك. ولكنك تقلل من إمكانيات المادية الضخمة للمملكة. من إمكانيات العسكرية الموجودة للمملكة. من إمكانية أن تزود الثوار بأسلحة نوعية. لا شك أن هناك إمكانيات. لكن السعودية هي التي قلصت المرتبات وأوقفت الدفع وأوقفت الأعخود والضغط العسكري عليها. الكلف التي تصرفها السعودية في اليمن بالبلايين. تتجاوز حتى إمكانية السعودية. على أي حال من أحوال. هناك الوضع فيه تقديري. أن السعودية الآن ليست بصدد. هذا ليس أول ملف الرئيسي بالنسبة لها. هذا من ناحية. ثانية. لديها إشكال مع تركيا. السعودية لا تزال لديها إشكال مع تركيا. موضوع الأخوان المسلمين. السعودين دخلين براسلهم أنها تركيا. أخوان المسلمين. وبالتالي. ما الذي يفعل تركيا؟ لن نعمل معها. لذلك مثلا. احتجوا على تدخل الأتراك في شمال العراق. تتوقع أنها. احتجت إيران والعراق. لا. السعودية تحتج الآن على التدخل التركي في العراق. بحيث أنه حتى الجامعة العربية أصدرت بيان ضد تركيا باعتبارها تدخل. هذا بيان في المرة الماضية. بيان جديد أيضا اليوم. اليوم. أبو الغيط اليوم طلع بيان. طلعوا بيان ضد التدخل. لأنه هذا جزء من الإشكال الموجود بين دول العربية. على وجه الخصوص السعودية والإمارات ومصر مع تركيا. هذا عندهم الإشكال الرئيسي. بالنسبة إلى العراقيين. يتوقعون أن موضوع الصراع السني الشيعي يجب أن يحظى بتأييد السن العرب. لكنهم لا يجدون ذلك. لذلك دور السعودي. أنا أعتقد ليس للسعودية دور. بعد أن أبعدت قطر على الأقل من الظاهر. قطر كانت هي المتولية العمل. كانت تقوم بالعمل وكانت تتحدث. إذن كلمة أخيرة في ختام هذه الحلقة. سباح المختار عن سيناريو العلاقة المحتملة بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا من الدرس السوري أقصد. أعتقد بالنسبة إلى الطرفين لا يريدون قطع العلاقة. يعني مثلا الاتفاق السري بين روسيا وأمريكا لحد الآن. بالرغم من قطع المباحثات الروس لم يعلنوه. أعلنوا جوانب منه. لكن ليس من الواضح أن هذا كل الاتفاق مملأ. خطع الخيط شعرات معاوية. الأمريكان أيضا في نفس الوقت يعلمون أنهم بحاجة إلى الروس. لأنهم الأقدر. بالنسبة للروس المسألة الأجندة ما أنتم واضحة. يضربون كل الناس وتنتهي. الأمريكان عندهم خيارات. لذلك أعتقد ستستمر العلاقة بين الطرفين. ويستمر السوريين بدفع الثمن. أستاذ محمد العربي زيتوت. كيف ستستمر هذه العلاقة انطلاقا من الاختبار السوري؟ أعتقد أن هناك هجمة استعمارية جديدة على المنطقة العربية ككل. وهناك تقاسم أدوار ما بين الإمبراطوريات. ولكن من حل آخر يحدث احتكاك. يحكي تصادم هنا أو هناك. ولكن إجمالا هناك اتفاق غربي روسي على تقاسم بشكل أو بآخر المنطقة العربية. أشكرك شكرا جزيلا الدبلوماسي الجزائري سابق سلاد محمد العربي زيتوت. كما أشكر رئيس جمعية المحامين العرب في بريطانيا أستاذ صباح المختار. والشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين. ختام هذه الحلقة من قضايا وأراء. في أمان الله.